في ظل اجتماع المجلس الأعلى للأمن في ظل هذه الأوضاع في ظل تاشنجري حيائي استقبل نائب وزير الدفاع النائب وزير خارجية في ظل هذه الأوضاع في ظل رح نتكلم على عطافراه يتسكع في نيويورك في ظل هذه الظروف الكل تبوني استقبل زعيم تاريخي يوم تاريخي غير مسبوك استقبل شخصية دولية استقبل أكبر رئيس في العالم أفضل رئيس هذا الرئيس إذا تحرك تهتز له الدول هذا الرئيس إذا نطق كلمة تغدو تلك الكلمة أخبار عاجلة في كل الوكلات الأنباء العالمية وفي كل وسائل الفضائيات وبكل اللهجات وبكل اللغات هذا الرئيس إذا تحرك تنعقد ندوات لتحل الحركاته وهمساته ولمساته وضحكاته وبساماته وغمزاته ولمزاته وحتى اجتراره للكلام عندما يخطب يا الناس تجتمع والمحللين وتنعقد الاجتماعات وتنعقد اجتماعات المجالس الأعلى للأمن في الدول لمعرفة ما وراء سطور هذا الزعيم الرهيب الزعيم الكبير الزعيم التاريخي الذي هو رئيس في مخيمات ما عنده سأرض خلينا نشوفوا من استقبله تبو خلينا نشوفوا يا إخوان يعني عظم على عظم ليك يا بلادي يعني الجزائر اللي أصبحت أصبحت تستقبل تستقبل هذا الشخص إنجاز إنجاز ديبلوماسي للجزائر خلينا نشوفوه حبينا نشوفوه آه استعدوا مش تعرفوا على هذا الزعيم العظيم ها هو أمامكم إبراهيم المسمى غالي ها هو شاف شاف يحظن فيه ها يحظن فيه ها ها وجابه شاف شاف ها وجابه ها هو دخل ها هو استقبلوا شنجريحة وكذا وكذا خلينا نشوفوا بعض الصور هذا الفيديو اللي نشرته الرئاسة شاف الفرحة الكبيرة شاف 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 شنجريحة قلت شنجريحة شاف تبوهن كيفاش فرحان استقبل استقبل رئيس جمهورية ها هو شوف شوف كيف الشي مهبط له راسه ويفتح له في المجال وهذا ما هوش مصدق ما هوش مصدق سيد ها هو ها هو ابراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ها ها فرحانين اوي ها شافتوا الصور هذا هو الرئيس اللي استقبلوا استقبلوا ها هو كاتبين هنا صور استقبل السيد رئيس الجمهورية للسيد ابراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ثم بعد ذلك محادثات بين الوفدين الجزائري والصحراوي في قصر البرادية حضر المحادثات عن الجانب الجزائري رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول سعيد شنجريحة ومدير ديوار رئيس الجمهورية سيد بوعلام بوعلام شوف ها هو ها هو هنا في المكتب خلينا نشاهل نوري لكم الصور وبعد نعلق شوف الاجتماع حاضروا السعيد شنجريح خلاص شفتوا الصور النقطة الاولى من اين جاء هذا الرئيس حتى يستقبل في الرئاسة جاي من تندوف من مخيمات تندوف وش من بطاقة هوية يحمل يحمل بطاقة عليها عطيله بطاقة لجوء هم عطيله جواز جزائل شا رئيس جمهورية هذا والعرس هذا كبير لما شافوا القضية تعيش هالخيبات ودائما يقعد 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 خلينا نديروا هذه زيارة باش نعيد القضية للواجهة القضية لن تعيدها الناس كل عارفين كأنكم معاهم وراهوا عايش عندكم عايش عندكم هذه يعرفوها كل الناس هذا مليح لو تستقبل لا تدول هنا ممكن تتباهى به تلم يبقى له إلا الجزائر وهذا اللي رح نصلوله ثم اجتماع هذا رئيس جمهورية جاي في زيارة رسمية للجزائر أوكي جاي من تندوف في زيارة رسمية للجزائر يا جماعة الخير واش دخل سعيد شينغريحة يحضر ثم هذا روكي حضر سعيد شينغريحة دليل قاطع على أنه لا رئيس جمهورية ولا بالطيق هذا بريفو انتع محبيس في مخيمات اللاجئين في تندوف اللي ما يعرفش كلمة البريفو هذه البريفو هذا راهي في القاعات انتع السجن في السجون في الجزائر تلقى قاعة واحد تعينه الإدارة هو مسجون مسؤول عن المحبيس يتحكم في المحبيس هو اللي اللي ينو أرقدهم هو اللي يتحكم فيهم هو اللي يعقبهم هو اللي يقدم للإدارة يعني هو مسؤول يمثل الإدارة في السجن هو سجين هذا هو إبراهيم غالي بريفو صدقوني وإن هي الدولة تتال جزائر الكبيرة هذه تحت فيه وش هي المناسبة المناسبة أنه استقبالهم لإبراهيم غالي بهذه الطريقة دليل قاطع على أن القضية ما قالهاش حابين يحيوها تبون قبل القضية اندفنت باش تحييها تحييها لما تتحرك دول ومن أجل إيجاد حلها مش أنك تستقبل تقعد يقعد 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 تبون ما عندهش حتى مناسبة وما كانش حتى واحد يستقبل أي روح عايته للبراهيم غالي يجيبون لهنا ندير به مهرجان والاجتماع هذا وش هو اجتماع حرب اجتماع حرب مدام حظروا سعيد شنجريحا رئيس العركان منصبه عملياتي إذن هو اجتماع حرب معناها أنه كان شيء ما يطبع في البوليزاريو باش تدير حرب ولا كاش ما تدير حاجة وهذا ما يتناقض مع المهمة ليقوم بها عطاف في نيويورك وراحنا نتكلموا عليا يعني هذا هو الإنجاز الدولة الجزائرية القوة الضاربة القوة الجهوية القوة التي تصنع تاوليوازونات في المنطقة هكذا يقول تبون أم بسعيد شنجريحا يقول لا قوة جيش في المنطقة يصير اجتماعكم فقط مع الرؤساء والدول ما يلقوا حتى رئيس باش على أساس أنه تبون يستقبل في رؤساء آيا جيبلو جيبلو فلان جيبلو تعالي الموزنبيق جيبلو هذم جيبلو هذم فقط بلا فايدة أيا أعطيني مصلحة هذا لو جابوه باش يحطونه الفلوس ويحطونه دراهم هيا أعطيني مصلحة أنه رئيس دولة جبتوه دار مشاريع للجزائر ودار مشاريع للجزائرين ما كانش أنا أنا بتقديري والله ما هو انتقاد فقط بتقديري أنه ما حدث من استقبال لهذا الرخيص اللي اسمه إبراهيم غالي اللي حرض علي أنا شخصيا على فكرة حرض علي حرض علي لأنه انتقدته وما يسواش فلس وكان نلقاه بره والله العظيم نصفعه ما عملت رئيس دولة ما كانش دولة يا جماعة لا توجد دولة الدولة من شروط عنها أرض هذه ما عندهاش أرض هذه لو كانت ما كانش في العرف دولة مؤقتة كان حكومة مؤقتة ممكن تكون حكومة منفى أو شيء من هذا أما حكومة دولة مؤقتة لا توجد إلا مع البوليزاري خمسين سنة هما في تندوف جمهورية تندوفية وجيت أحكي لي جمهورية الخيم وكذا وكذا ومنذ أيام أوقف أمرأة لأنها وقفت وشيء من هذا القبيل أمام الخيمة انتعى الرئاسة هي أمام مقر الرئاسة ولكنها أمام الخيمة اعتقلوها الدرك درك البوليزاريو وهذا نشرته صحيفة أعتقد إسبانية أو شيء من هذا يعني ما هذا الهزل ما هذا العبط هذه رهي قضية عندك استقبلوش خلاص إذي يخلي واحد موظف في وزارة الخارجية يتعامل معاهم هذي ملاجئين وإذا ما همش لاجئين دولة ما عادش تولى تقديم المساعدات ليهم ظلم رغم أنه خلاص صفة اللجوء الإنساني سقطت عليهم لأنه الأماكن التي أتوا منها ما فيهاش ما خطر حرب ولا أي شيء ولا خطر على حياتهم أبناء عمومتهم وأقربهم وإخوانهم عايشين في سلام آمنين علاش عد إلى بلدك ونعظل هناك كما تريد لكن أن تعيش على عالة على الجزائر وتأخذ في أموال الجزائر وتعبث بالجزائر ويولي الجزائري ما عندوش قيمة سياسيين جزائريين يعني إعلامي وصحافي جزائري يحمل إلا الجواز الجزائري يدخل يطرب من بلده ما يخلوهش يدخل الجزائر وإبراهيم غالي يصول ويجول في هذا البلد المنتهك سيادته ليه أصبح بلا سيادة أصبح بلد تعيش تحت البيادة العسكرية فقط الله المستعى حقيقة أنه آن للمغرب أن يمد رجليه صراحة على سرير وثير عندما وصل الحال بابراهيم غالي ما يستقبل إلا من طرف شنغريحة وتبون من أجل دعاية إعلامية لقضية أصبحت خاسرة والرهان عليها قمة الخسارة بل سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من عواقب وخيمة على مصالح الجزائر والجزائريين وضكو كلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة